السلام عليكم ورحمة الله أحبائي التلميذ وأوليائهم في قناتكم عيس تعليمية إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة اليوم عدنا تصحيح اختبار فصل الثالث في تاريخ الجغرافية سنة رابعة ابتدائي نبدأ مع التاريخ ماذا تمثل لك التواريخ التالية 1492 ميلادي هو العام الذي سقطت فيه الأندلس عام 1518 هو عام انضمام الجزائر للدولة العثمانية يعني أصبحت الجزائر تابعة للعثمانيين أي الأتراك حاليا عام 1827 ميلادي حدثت حادثة المروحة ومعركة نافارين عام 1830 ميلادي احتلت فرنسا الجزائر أكمل الفرق بعد سقوط الأندلس أصبحت السواحل الجزائرية عرضة لهجومات الإسبان على سواحلها يعني بعدما سقطت الأندلس والإسبان أخذوا الأندلس بسبب تناحر ملك الطواف إذن أصبحت السواحل الجزائرية عرضة لهجومات الإسبان يعني الإسبان حاولوا أخذ الجزائر مما أدى بأهل الجزائر لطلب المساعدة من الدولة العثمانية ليوم الأتراك وفرة الخشب في الجزائر آنذاك كان مصدر لبناء أسطول بحري أسطول بحري ومعنى؟ يعني سفن كثيرة هذه السفن ساهمت في حماية سواحل الجزائر من هجمات الأوروبيين كانت هناك الكثير من الأشجار بنوا بها سفن كثيرة وتم حماية سواحل الجزائر من هجمات الأوروبيين اللي حاولوا الدخول لجزائر عدة مرات وكذلك السفن اللي كانت عن الجزائر يعني الأسطول البحري حقق مكاسب مالية كانت دول أخرى تدفعها لحماية سفنها من القرصانة في البحر المتوسط كانت تتمر الدول من البحر المتوسط وكانت تطلب من الجزائر أن تحمي سفنها وتعطي لها أموال الآن الجغرافية إمناء الجدول أذكر أسباب التلوث وأذكر طرق الحفاظ على البيع أسباب التلوث نذكر منها الرمي العشوائي للنفايات وحرق الغابات وكذلك الدخان ليخرج من المصانع والسيارات وكثرة استعمال الأسميدة والمبيدات في الفلاحة طرق الحفاظ على البيئة رمي النفايات في المكان المخصص لها أكذا باش تبقى البيئة نظيفة الاكثار من عملية التشجير يعني زراعة الأشجار فرز النفايات وإعادة تدويرها نضع البلاستيك مع البلاستيك والخشب مع الخشب وكذلك الفضالات المنزلية وحدها ونعيد تدويرها يعني الرسكالة وإعادة تصنعها التقليل من استعمال الأسميدة والمبيدات عرف المحميات الطبيعية نقول المحميات الطبيعية هي عبارة عن منطقة محددة المساحة تخصص للحفاظ على الموارد البيئية مثل النباتات والحيوانات النادرة أذكر أسباب إقامة المحميات الطبيعية من أسباب إقامة المحميات الطبيعية باش نحمي الموارد الطبيعية وكذلك النظام البيئي للحيوانات ونباتات نحسن نوعية الحياة والوقاية من التلوث سمي بعض المحمية الطبيعية الموجودة في الجزائر عدنا محمية القالة بولاية الطرف وكذلك محمية الهوغار بولاية تامرست وعدنا محمية شريعة بولاية البريدة ومحمية لمسان بولاية تنمسان إذن نتمنى نجاح لكل تلاميذ نلتقي في فيديو جديد